الرحيم أعزائي التلاميذ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نتطرق في درسنا اليوم إلى موضوع من مواضيع التسيير المحاسب والمالي والذي خصصناه إلى إعداد وتحليل حساب النتائج حسب الطبيعة يعتبر حساب النتائج حسب الطبيعة من الكشوف المالية التي تنجزها المؤسسة في نهاية السنة المالية في البداية أود أن أذكركم بالمراحل المحاسبية التي تمر بها المؤسسة لإعداد الكشوف المالية انطلاقا من ميزان المراجعة قبل الجرد ومعلومات جردية متعلقة بالعمليات المحاسبية التي أنجزتها المؤسسة خلال السنة نقوم بإنجاز قيود التسوية ثم استخراج الأرصدة بعد الجرد للحصول على ميزان المراجعة بعد الجرد من ميزان المراجعة بعد الجرد هذا نستخرج منه كشفين ماليين هامين الميزانية الختامية وذلك باستعمال حسابات الوضعية من الصنف واحد إلى الصنف خمسة وحسابات التسيير وهما الصنفين ستة وسبعة لإعداد حساب النتائج حسب الطبيعة إذن ما هو حساب النتائج حسب الطبيعة؟ ما هي النتائج الوسيطية التي يظهرها هذا الحساب؟ لماذا لا نحسب نتيجة واحدة بالفرق بين مجموعة المنتوجات ومجموعة الأعباء ونحسب عدة نتائج وسيطية للحصول على النتيجة الصافية للسنة المالية؟ إن حساب النتائج هو عبارة عن كشف إجمالي للأعباء والمنتوجات وبإجراء الفرق بين المنتوجات والأعباء نتحصل على النتيجة الصافية للسنة المالية إن النتائج الوسيطية التي يظهرها هذا الحساب يمكن توضيحها في المخطط التالي أولا القيمة المضافة من القيمة المضافة نستخرج إجمال فائد الاستغلال ثم نمر إلى النتيجة العملياتية كما أن هناك نتيجة أخرى وهي النتيجة المالية إن جمع النتيجة العملياتية مع النتيجة المالية نحصل على النتيجة العادية قبل الضرائب إذا كانت هذه النتيجة ربح فإنها تخضع للضرائب على الأرباح بنسبة معينة بعد طرح الضرائب على النتائج العادية نتحصل على النتيجة الصافية للأنشطة العادية كما يمكن للمؤسسة أن تحقق نتائج على أنشطة غير عادية إن جمع النتيجة الصافية للأنشطة العادية والنتيجة غير العادية نتحصل على النتيجة الصافية للسنة المالية سوف نتطرق في البداية إلى كل نتيجة من النتائج السابقة الذكر أولا القيمة المضافة إن كل مؤسسة اقتصادية من أجل أن تنتج يجب عليها أن تستهلك من المؤسسات الأخرى إن الفرق بين ما تم استهلاكه وما تم إنتاجه يعبر لنا عن القيمة المضافة حيث القيمة المضافة هي الفرق بين إنتاج السنة المالية واستهلاك السنة المالية يعتبر إنتاج السنة المالية الحسابات 70, 72, 73, 74 أما استهلاك السنة المالية فهي الاستهلاكات المسجلة في الحسابات 60 المشتريات المستهلكة 61 و 62 وهي الخدمات الخارجية إذن فإن القيمة المضافة تعبر لنا عن الثروة الإضافية التي تنشئها المؤسسة بعد إنقاس ما استهلكته من المؤسسات الأخرى النتيجة الوسيطية الموالية وهي إجمال فائد الاستغلال إن القيمة المضافة التي أنشأتها المؤسسة أي الثروة الإضافية التي أنشأتها تنقسم إلى ثلاثة أجزاء الجزء يذهب على شكل أجور للمستخدمين وهي أعباء المستخدمين جزء تأخذه الدولة على شكل ضرائب ورسوم والباقي يعبر لنا عن فائد الاستغلال إذن إن فائد الاستغلال يعبر لنا عن نتيجة النشاط الرئيسي الذي أنشأت المؤسسة من أجله يحسب فائد الاستغلال بالقيمة المضافة مطروحا منها أعباء المستخدمين والضرائب والرسوم النتيجة التالتة التي يظهرها حساب النتائج حسب الطبيعة وهي النتيجة العملياتية بالإضافة إلى النشاط الرئيسي الذي تقوم به المؤسسة فإنها في بعض الحالات تقوم بنشاطات أخرى عملياتية مثل التنازل عن التتبيتات العينية والمعنوية أو الخسائر التي تحققها مع الزبائن المشكوك فيهم إلى آخره إن هذه العمليات تضاف إلى إجمال فائد الاستغلال للحصول على النتيجة العملياتية إن النتيجة العملياتية هي عبارة عن مجموع النتائج التي حققتها المؤسسة من مختلف الأنشطة الرئيسية بالإضافة إلى الناء العمليات الأخرى تحسب النتيجة العملياتية بجمع إجمال فائد الاستغلال مع الحساب 75 منتوجات العملياتية الأخرى والحساب 78 استرجاعات الاستغلال ونطرح الأعباء العملياتية الأخرى ومخصصات الاهتلاكات بالإضافة إلى النشاط الرئيسي الذي تقوم به المؤسسة والأنشطة العملياتية الأخرى فإن للمؤسسة أنشطة مالية مثل التنازل عن التتبيتات المالية والقيم المنقولة للتوظيف وفي بعض الحالات دفع فوائد على القروض أو تحصيل فوائد من الأموال المدعاة في البنك هذه الأنشطة تعبر لنا عن النتيجة المالية حيث النتيجة المالية هي الفرق بين المنتوجات المالية والأعباء المالية حيث المنتوجات المالية نجدها مسجلة في الحساب 76 أما الأعباء المالية فهي مسجلة في الحساب 66 من خلال النتيجة العملياتية التي حققتها المؤسسة من النشاط الرئيسي لها ومختلف الأنشطة العملياتية الأخرى والنتيجة المالية نتحصل على النتيجة العادية قبل الضرائب حيث تعتبر النتيجة العادية قبل الضرائب عن مجموع النتيجة العملياتية زائد النتيجة المالية مع الملاحظة أن هذه النتائج كلها قد تكون مجبا وتدل على ربح أو تكون سالبة وتدل على خسارة إذن النتيجة العادية قبل الضرائب هي نتيجة جميع الأنشطة التي تقوم بها المؤسسة ما عدا الأنشطة غير العادية التي سنراها لاحقا إذا كانت النتيجة العادية قبل الضرائب ربحا فإنها تخضع إلى اقتطاع ضريبة معينة تحدد نسبتها في قانون المالية بعد طرح هذه الضريبة والضرائب المؤجلة نتحصل على النتيجة الصافية للأنشطة العادية حيث النتيجة العادية قبل الضرائب مطروحا منها الضرائب واجبة الدفع على النتائج العادية وبعض الضرائب المؤجلة إن كانت موجودة نتحصل على النتيجة الصافية للأنشطة العادية تقوم المؤسسة في بعض الحالات أيضا بأنشطة غير عادية والتي تؤدي بنا إلى وجود منتوجات غير عادية وأعباء غير عادية إن طرح أعباء الأنشطة غير العادية من المنتوجات غير العادية نتحصل على النتيجة غير العادية إذن النتيجة غير العادية هي عبارة عن الفرق بين رصيد الحساب 77 ورصيد الحساب 67 تتمثل النتيجة غير العادية في الأنشطة غير المتكررة التي تقوم بها المؤسسة في حالات استثنائية أو عارضة مثل خسائر نزع الملكية وكارثة غير متوقعة إلى آخره في النهاية نصل إلى تحديد النتيجة الصافية للسنة المالية وذلك بجمع النتيجة الصافية للأنشطة العادية مع النتيجة غير العادية إن كانت موجودة نتحصل على النتيجة الصافية للسنة المالية هذه الأخيرة هي التي تظهر في الميزانية الختامية للمؤسسة وتعبر النتيجة الصافية للسنة المالية عن نتيجة مجموعة الأنشطة التي قامت بها المؤسسة خلال السنة من نشاط رئيسي ونشاط عمليات آخر والأنشطة المالية والأنشطة غير العادية بعدما تعرفنا على مختلف النتائج الوسطية التي يظهرها حساب النتائج حسب الطبيعة نتطرق الآن إلى تطبيق عددي من خلاله نقوم بحساب مختلف النتائج التي يظهرها هذا الحساب من ميزان المراجعة بعد الجرد لمؤسسة الوئام بتاريخ 31-12-2014 استخرجت أرصيدة حسابات التسيير التالية على اليمين لدينا الأعباء من الحساب 60 إلى الحساب 68 مبالغها واضحة على اليسار أرصيدة حسابات المنتوجات حيث أن الأعباء ذات أرصيدة مدينة أما المنتوجات فهي ذات أرصيدة دائنة من خلال هذه الحسابات المتعلقة بحسابات التسيير نقوم بحساب مختلف النتائج التي يظهرها حساب النتائج حسب الطبيعة بالتسلسل في البداية القيمة المضافة كما قلنا سابقا فإن القيمة المضافة يعبارة عن الفرق بين إنتاج السنة المالية واستهلاك السنة المالية يتكون إنتاج السنة المالية من الحسابات الأربعة التالية المبيعات والمنتوجات الملحقة الإنتاج المخزن أو المنتقص من المخزون الإنتاج المثبت وإعانات الاستغلال مجموعة هذه المنتوجات تتحصل على 6 ملايين و180 ألف دينار أما استهلاك السنة المالية فهو عبارة عن مجموعة المشتريات المستهلكة بمليون وخمسمائة دينار الخدمات الخارجية والاستهلاكات الأخرى 800 ألف دينار مجموعة الاستهلاكات المتعلقة في هذه السنة هي زجملاين و300 ألف دينار إذن تعطينا القيمة المضافة وهي الفرق بين إنتاج السنة واستهلاك السنة نتحصل على 3880 ألف دينار جزائري إن القيمة المضافة نطرح منها عباء المستخدمين والضرائب والرسوم والمدفوعات المماثلة نتحصل على إجمال فائد الاستغلال حيث إجمال فائد الاستغلال كما قلنا يعبر لنا عن نتيجة النشاط الرئيسي التي أنشئت المؤسسة من أجله من خلال إجمال فائد الاستغلال ننتقل إلى النتيجة العملياتية حيث نضيف المنتوجات العملياتية الأخرى نطرح الأعباء العملياتية الأخرى نطرح مخصصات الاهتلاكات والمأونات ونضيف استرجاعات الاستغلال عن خسائر القيمة والمأونات بعد العملية الحسابية هذه نتحصل على نتيجة عملياتية مقدرة بـ 1.840.000 دينار جزائري بعد حساب النتيجة العملياتية نقوم بحساب النتيجة المالية منفصلة حيث النتيجة المالية عبارة عن الفرق بين المنتوجات المالية مع الأعباء المالية 390.000 مطروح منها 270.000 دينار نتحصل على نتيجة مالية موجبة تقدر بـ 120.000 دينار إن جمع النتيجة العملياتية مع النتيجة المالية نتحصل على النتيجة العادية قبل الضرائب وتبلغ 1.960.000 دينار وهي أيضا موجبة أي ربح إن النتيجة العادية قبل الضرائب بما أنها موجبة فسوف تخضع الاقتطاع متعلق بالضرائب على الأرباح والمقدر بـ 19% حيث هذا المعدل يعطى في نص التمرين إذن 1.960.000 في 19% نتحصل على قيمة الضاربة وهي 372.400 دينار في هذه الوضعية التي أمامنا الضرائب المؤجلة غير موجودة ثم نقوم بإعداد سطرين تلخيصيين الأول متعلق بمجموع منتوجات الأنشطة العادية أي أننا نجمع كل حسابات الصينف السابع من الحساب السبعين إلى آخر نتيجة حسبناها وهي النتيجة المالية نعناه في مجموع المنتوجات الأنشطة العادية لا يتضمن المنتوجات المتعلقة بالأنشطة غير العادية السطر الثاني متعلق بمجموع أعباء الأنشطة العادية وبالتالي نقوم بحسابه من الأعلى أي من الحساب 60 المشتريات المستهلكة إلى الحساب 68 باستثناء الحساب 67 لأنه متعلق بالأنشطة غير العادية كما أننا داخل هذه الأعباء يجب إضافة الضرائب الواجب دفعها سواء كانت ضرائب على النتائج العادية أو ضرائب مؤجلة ثم نحصل على النتيجة الصافية للأنشطة العادية بإحدى الطريقتين التاليتين إما نطرح النتيجة العادية قبل الضرائب نطرح منها الضرائب الواجبة الدفع أو أن مجموع المنتوجات الأنشطة العادية مطروحا منها مجموع أعباء الأنشطة العادية كما هو موضح في هذا المخطط نتحصل على النتيجة الصافية للأنشطة العادية وتقدر بـ 1.587.600 ثم نحسب النتيجة المتعلقة بالأنشطة العادية العادية بشكل مستقل حيث نتيجة الأنشطة غير العادية عبارة عن منتوجات الأنشطة غير العادية والمسجلة في الحساب 77 ومقدرة لدينا بـ 80 ألف دينار نطرح منها أعباء الأنشطة غير العادية والمسجلة في الحساب 67 والمقدرة بـ 140 ألف دينار لاحظ هنا أن الأعباء أكبر من المنتوجات وبالتالي تؤدي إلى نتيجة سالبة أي تدل على خسارة بمقدار 60 ألف دينار إن جمع النتيجة الصافية للأنشطة العادية مع النتيجة غير العادية نحصل في النهاية على النتيجة الصافية لسنة المالية 1.587.600 نطرح منها 60 ألف دينار لأنها خسارة نتحصل على نتيجة صافية مقدرة بـ 1.527.600 بعدما تعرفنا في هذا التطبيق إلى مختلف النتائج التي يظهرها حساب النتائج بالتسلسل من القيمة المضافة إلى النتيجة الصافية يسمح لنا هذا الحساب الآن بتحليل نشاط المؤسسة حيث تحليل حساب النتائج يهدف إلى ترجمة المبالغ المسجلة عليه من أجل فهم تكوين النتيجة التي حققتها المؤسسة ولهذا من خلال هذا التحليل سوف نتعرف لماذا لا نحسب نتيجة واحدة ونحسب عدة نتائج متسلسلة لو افترضنا أننا حسبنا نتيجة واحدة كما قلنا في بداية هذه الحصة فإنه لا يمكننا تحليل نشاط المؤسسة إن تحليل حساب النتائج يتم في غالب الأحيان بالمقارنة بين السنوات السابقة إذا كان ممكن عدة سنوات تسمح لنا بفهم التطورات التي حققها نشاط المؤسسة هذا التحليل يسمح بتحضير جيد للفتارات القادمة واتخاذ قرارات التسيير المناسبة يتم تحليل حساب النتائج باستخراج بعض النسب على النحو التالي أول نسبة هو معدل القيمة المضافة من أجل قياس قدرة المؤسسة على إنشاء ثرواتها انطلاقا من نشاطها الرئيسي وهذا النشاط الرئيسي في الغالب الأحيان نعبر عنه برقم الأعمال نقارن بين القيمة المضافة ورقم الأعمال حيث نبحث عن ما هي نسبة القيمة المضافة بالنسبة إلى رقم الأعمال إذن معدل القيمة المضافة يكون بالعلاقة التالية نقسم القيمة المضافة على رقم الأعمال في مثالنا هذا القيمة المضافة بلغت مبلغ 3,880 ألف دينار أما رقم الأعمال فكان 5 ملايين دينار يعطينا نسبة تقدر بـ 0.77 أي نعبر عنها بنسبة مئوية وهي 77 بالمئة معناه أن رقم الأعمال يخلق للمؤسسة قيمة إضافية تقدر بـ 77 بالمئة النسبة الأخرى التي نحسبها وهي نسبة تجزئة القيمة المضافة كما قلنا في شرحنا لهذه النتيجة وهي القيمة المضافة بأن القيمة المضافة تنقسم إلى ثلاثة أجزاء جزء يذهب للمستخدمين على شكل أعباء وأجور وجزء آخر عبارة عن ضرائب ورسوم وجزء يبقى للمؤسسة ويشكل لنا إجمال فائد الاستغلال بالنسبة للمستخدمين نقسم أعباء المستخدمين على القيمة المضافة 550 ألف على 388 ألف نتحصل على نسبة تقدر بـ 0.14 أي أن 14 بالمئة من القيمة المضافة تذهب على شكل أجور بالنسبة للدولة نقسم الضرائب والرسوم والمدفوعات المماثلة على القيمة المضافة القيمة المضافة لدينا الضرائب والرسوم والمدفوعات المماثلة 900 ألف على القيمة المضافة المقدرة بـ 388 ألف نحصل على نسبة تعادل 0.23 أي أن 23 بالمئة من القيمة المضافة تأخذها الدولة على شكل ضرائب ورسوم النسبة الثالثة وهو الباقي الذي يبقى للمؤسسة حيث نقسم إجمال فائض الاستغلال على القيمة المضافة إجمال فائض الاستغلال وجدناه زجملاين و430 ألف دينار على القيمة المضافة دائما نفس المبلغ نتحصل على نسبة تعادل 0.63 أي أن 63 بالمئة من الثروة الإضافية التي شكلتها المؤسسة يبقى لديها على شكل إجمال فائض الاستغلال إن مجموع هذه النسبة الثلاثة دائما يكون مساويا للواحد تماما النسبة الموالية متعلقة بإجمال فائض الاستغلال أولا بالنسبة للتثبيتات إن التثبيتات لها أعباء تتمثل في مخصصات الاهتلاكات حيث نقسم مخصصات الاهتلاكات على إجمال فائض الاستغلال نتحصل على نسبة تعادل 0.34 أي 34 بالمئة من إجمال فائض الاستغلال يمثل لنا مخصصات الاهتلاكات النسبة الثانية بالنسبة للمقرضين إن المقرضين لهم أعباء تتمثل في الأعباء المالية وهي الفوائد التي تدفعها المؤسسة على القرود حيث نقسم الأعباء المالية على إجمال فائض الاستغلال نتحصل على نسبة تعادل 0.11 أي 11 بالمئة من إجمال فائض الاستغلال عبارة عن أعباء مالية بالنسبة للمؤسسة فإن النتيجة العادية قبل الضرائب التي تمثل لنا نتيجة مجموعة الأنشطة التي قامت بها المؤسسة ما عاد الأنشطة غير العادية نقسمها على إجمال فائض الاستغلال نتحصل على نسبة تعادل 0.80 أي 80 بالمئة من إجمال فائض الاستغلال يعبر لنا عن النتيجة العادية قبل الضرائب إن مجموعة هذه النسبة الثلاثة ليس بالضرورة مساوي للواحد بالإضافة إلى النسبة المتعلقة بنشاط المؤسسة هناك نسب أخرى يتم حسابها والتي تعبر لنا عن المردودية سواء كانت مردودية مالية أو مردودية اقتصادية من أجل حساب نسب المردودية يجب الحصول على معلومتين أساسيتين وهما رؤوس الأموال الخاصة وهي 15 مليون دينار في هذا المثال الاقتراضات لدى مؤسسات القرض وهي القروض التي تحصلت عليها المؤسسة من المؤسسات المالية ونفرض أنها تقدر بـ 3 مليون دينار يكون حساب نسبة المردودية المالية بقسمة النتيجة العادية قبل الضرائب على رؤوس الأموال الخاصة في مثالنا هذا نجد أن النتيجة العادية قبل الضرائب على رؤوس الأموال الخاصة تحدد بـ 0.13 أي أن رؤوس الأموال الخاصة حققت أرباح إجمالية قبل الضرائب تقدر بـ 13% هذه النسبة يتم مقارنتها بالنسبة التي حققتها المؤسسة في السنوات الماضية وأيضا مع المؤسسات التي تنشط في نفس القطاع الاقتصادي حتى نحدد مردودية المؤسسة هل هي إيجابية أو سلبية النسبة الموالية وهي نسبة المردودية الاقتصادية من أجل حساب نسبة المردودية الاقتصادية نقوم بتقسيم إجمالي فائد الاستغلال على الموارد الثابتة حيث نعبر عن الموارد الثابتة بمجموع رؤوس الأموال الخاصة مضافا إليها الاقتراضات لدى مؤسسات القرد وهي الأموال التي تبقى تحت تصرف المؤسسة لمدة تفوق السنة المالية الواحدة في مثالنا هذا فإن الموارد الثابتة عبارة عن 15 مليون دينار زائد 3 ملايين دينار نتحصل على 18 مليون دينار إن نسبة المردودية الاقتصادية في مثالنا هذا تصبح تعادل 13.5% أي أن المؤسسة حققت مردودية اقتصادية تعادل 13.5% يمكن مقارنتها بنسبة المردودية التي حققتها في السنوات الماضية من أجل تحديد هل هناك تطور في مردود المؤسسة الاقتصادي أم هناك تقهقر بعد حساب كل هذه النسب التي رأيناها سابقا تقوم المؤسسة بمقارنة النتائج التي حققتها في هذه السنة مع النتائج المحققة في السنة الماضية من أجل تحديد مؤشرات تطور نشاط المؤسسة هل هناك تطور في نشاط المؤسسة أم هناك تقهقر حيث يجب علينا أن نتحصل على معلومات السنة السابقة ومعلومات السنة الحالية يحسب معشر التطور لأي عنصر من العناصر بالعلاقة التالية قيمة العنصر للسنة الحالية مطروحا منه قيمة العنصر للسنة السابقة ناقص القيمة المتعلقة بالسنة السابقة يمكن تحويل هذه النسبة في النهاية إلى معدل مئوي بضرب النتيجة في مئة بالنسبة لرقم الأعمال لدينا رقم أعمال في سنة 2013 4 ملايين ومئة ألف دينار في سنة 2014 ارتفع إلى 5 ملايين دينار إذن مؤشر التطور هو العلاقة التالية 5 ملايين نطرح منها 4 ملايين ومئة ألف دينار نجد الزيادة التي حققها رقم الأعمال مقسوم على 4 ملايين ومئة ألف دينار نجد أن رقم الأعمال ارتفع ب0.19 أي 19% إذا كانت النسبة سالبة فهذا يدل على تقهقر رقم الأعمال بالنسبة للقيمة المضافة كانت في سنة 2013 3 ملايين وستمائة وربعين ألف في سنة 2014 أصبحت 3 ملايين وثمانمائة وثمانين ألف مؤشر القيمة المضافة هو 3 ملايين وثمانمائة وثمانين ألف مطروح منه 3 ملايين وستمائة وربعين ألف على دائما على السنة السابقة إذن قيمة المضافة ارتفعت هي أيضا بمعدل 6.5% مقارنة مع السنة الماضية وهو مؤشر إيجابي للمؤسسة بالنسبة لإنتاج السنة المالية نفس الشيء كان إنتاج السنة المالية لـ 2013 5 ملايين وربعمائة ألف دينار بينما في سنة 2014 أصبح 6 ملايين وثمانين ألف دينار مؤشر تطور إنتاج السنة أيضا إيجابي بمعدل 14.4% أي أن إنتاج السنة لسنة 2014 ارتفع بـ 14.4% مقارنة مع سنة 2013 أخيرا بالنسبة للنتيجة الصافية للسنة المالية كانت في سنة 2013 مليون وستمائة وخمسين ألف دينار بينما في سنة 2014 أصبحت 1.527.600 دينار مؤشر تطور النتيجة الصافية كان سالبا بـ 0.074 أي أن النتيجة الصافية للسنة المالية حققت انخفاضا بمقدار 7.4% إن مؤشرات تطور نشاط المؤسسة التي حسبناها سابقا تسمح للمؤسسة بأخذ نظرة شاملة عن نشاطها وعن الأهداف التي سطرتها في بداية السنة المالية إن حساب النتائج حسب الطبيعة والنتائج الوسيطية التي يظهرها يمكن المؤسسة من اتخاذ قرارات التسيير المناسبة من أجل تحسين نشاط المؤسسة في السنوات المقبلة ورفع المردودية إلى هنا عزيزي الطالب ينتهي درسنا اليوم وإلى درس لاحق السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر